كثيرة هي الوعود ببسط الأمن في مدينة تعيز وعلى الأرض لا جديد يذكر بينما تتسع المشكلة أيضا لتسبب الكثير من المتاعب للمواطنين نطالب السلطة المحلية مختلفة من محافظة علي المعمري بعض حلول عاقلة للانفلات الأمنية التي يحدث في مدينة تعيز حيث أن المدنيين والمواطنين عانوا من هذا الانفلات من قاتل وتشريك ضرب الرصاص ويكفي وعود كاذبة كلما توسعت رقعة المناطق المحررة تتسع معها دائرة الفوضى وتكبر المسؤولية التي تقع على عاتق الأجهزة الأمنية من أجل ضبط الإختلالات وهو ليس بالأمر السهل كما يقولون ما لم يتم دعم هذه الأجهزة بشكل كامل من قبل الحكومة وهو ما قد يساعد بالاستقرار كما يرى البعض هنا نطالب قيادة السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس البنهورية المشير عبد الرب منصر هادي وحكومة بندغر بأن يدعم محافظة تعز في القانب الأمني حيث كلما توسعت رقعة المقاومة في المناطق المحررة في المحافظة هناك يحدث اختلالة أمنية كثيرة في المحافظة وذلك لنقص الأجهزة الأمنية من حيث الأفراد من حيث الأطقم من حيث الذخيرة من كل القوانب الأمنية التي تطلبها محافظة تعز الأحداث المتعلقة بالانفلات الأمني متعدلة منها جرائم القتل والتقطعات ونهب المنازل بالإضافة إلى المواجهات التي تحدث من وقت إلى آخر بين بعض فصائل تحسب نفسها على المقاومة إذ تشكل بطريقة أو بأخرى إضعاف الوضع الأمني الهش أصلاً في المدينة تثبيت الأمن يتطلب تفعيل دور الأجهزة الأمنية بشكل واضح وهو ما لم يحدث حتى الآن إذ ما يزال الجميع هنا ينتظر دور السلطات المحلية وهي المسؤولية ذاتها التي تقع على بقية المكونات السياسية وفصائل المقاومة في المدينة حمزة أمين لبرنامج المنصة تعيز